أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 23.210 شهداء إضافة إلى 59.167 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي أضافت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 من المجازر ضد العائلات في قطع غزة راح ضحيتها 126 شهداء و241 إصابة وفقا لما وصل للمستشفى يدفقت خلال 24 ساعتنا الماضية ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع التواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 126 فلسطينيا وإصابة 241 آخرين في 12 مجزرة لقوات الاحتلال في قطع غزة خلال 24 ساعة على الجانب الآخر أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 9 من جنوده في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية مع اقتراب العدوان الإسرائيلي من إتمام يومه المئة تتواصل جرائم الاحتلال المروعة ضد المدنيين الأبرياء والبنية التحتية في غزة عدوان غاشم لم يفرق ولا يفرق في استهدافه بين رجل وامرأة ولا بين طفل وشيخ عدوان استهدف البشر والحجر وحتى الزرع والحيوانات لم تسلم منه وفي أحدث التطورات أعلن جيش الاحتلال أن قواته قتلت 40 عنصرا من الفصائل الفلسطينية وكشفت فتحة أنفاق في خان يونس جنوب قطاع غزة كما أعلن جيش الاحتلال مقتل 9 على الأقل من جنوده المتواجدين في غزة وذلك خلال 24 ساعة الماضية تأتي تلك التطورات في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت إن تل أبيب عزمة على إنهاء حكم حماس وردع ما وصفهم بالخصوم المدعومين من إيران مسؤولون إسرائيليون قالوا إن الحرب تدخل مرحلة جديدة حيث ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري أن منطقة وسط غزة وأنحاء مدينة خان يونس الجنوبية تشهد نشاطا عملياتيا مكثفا وأشار هاجاري إلى أن قوات الاحتلال تخوض معارك صعبة في الوسط والجنوب لافتا إلى أن القتال سيستمر طوال عام 2024 وفي سياق آخر تظاهر العشرات من الإسرائيليين أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في غزة واتهم حكومة نتنياهو بالفشل اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية وفد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جوالات استفزازية في بحاته والدوى تقوصا تنمودية كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول إليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر